السلام عليكم ورحمة الله في قناة عبدالسبور مرحبا بكم داخل وطن وخارج الوطن جيتكم بخبر دوك دوك حطوه صاحب في ساعيد في اللايك رسميا جمال بالماضي حيعتزل من الفريق الوطني اسمعوا وشحط في المنشور دياله الان عنده تسع دقائق من اللي حضره اخر خبر بالماضي يخبر وليد صادي بقراره بالمغادرة عند عودته لفندق المنتخب الوطني في ابواك قدوم انصار للفندق ومطالبتهم بإقالة بالماضي حز في نفسية الناخب الوطني وجعله يدرف الدماء بالماضي يريد عقد ندوة صحفية عند عودة المنتخب للجزائر للحديد عن عدة أمور وتأكيد استقالته اجتماع مرتقب بين رئيس الطاف وبالماضي لترسيم دهابه هذا وش جاب في المنشور الان تساعد في اللايف ليه ساعد في اللايف عنده أخبار سما جابهة وعلى بل بل أوفيسيال جمال بالماضي أنا لما صفر الصفيرة الأخيرة الحاكم حاكم الصومالي لما أظن لتم عرفت باللي جمال بالماضي استقالة من الفريق الوطني وخاصة بعد كلامه مع المناصرين لما قلت أن يقولون لا تذهبوا إلى داخل السطاد هذه المناصرين لا تذهبوا إلى الماضي لا تذهب إلى الماضي لا تذهب إلى الماضي هناك وجهه باللي قلت لكم من 90% حتى 95% جمال بالماضي خليت 5% فقط على بالي خليتها على بالي خليتها لكن 95% جمال بالمائة هذه ملامح الوجه نقرعها مليح وعلى بالي بل جمال بالماضي كان دجال تمام مستقيل وآخر خطواته مع اللاعبين اللي رباهم هو اللي الكبار اللي رباهم في الفريق الوطني منذ 5 سنوات أو 6 سنوات اللي تم عرف باللي جمال بالماضي خلاص 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 الكوتشينج دياله مع الفريق الوطني وهذا من حقه من حق الشعب ثاني يقول له روح لكن مش به هذه الطريقة عند الناس أنا هادي اللي محبيتها جمال بالماضي يروح يروح وقلنا معدة مرات قلنا باللي جمال بالماضي رايح رايح مع شريعة خاصة بعد الضغوطات كانت صارية من بلطوات وعكوشته وحاجة وعلك من بلطوات وجزائريين والله ما نلومه ناس واحد اخرين كي يتكلمون وكذا لكن لما يتكلم جزائري على البلاد وعلى فريقه يجيك شوية بيزار يجيك خارقة للعادة أنا كجزائري والله ما نقدر ننتقد بلادي ما نباليش علش دوك لفيا ديف وانا ولا هي حاجة لوشيك ما تنتقدش بلادك بانتقاد غير بناء مثل مكان يدير الجمال بالماضي وجمال بالماضي وراح على كل حال راح نرى المدرب الذي يجيبوه ونعاون لكم لأنه المدرب الذي يجيبوه نوقف معه لأنه بكل بساطة تحت الرأي الجزائري ولو يكون مدرب من الالاسكا نوقف معه ما نطعم فيه موالو من أجل جزائر باش نعاونوه باش نعطوه مام إلى انتقادات بناءة وليس تكسير ودخول في شخصية إنسان وهذه هم الأمور اللي يخلو مهنة الصحافة شغل لا نشعرف لنقرؤها لا نشعر كلها إلا البعض أنا السوشيال ميديا لا يهمني بزيار لا يهمني بزيار لأنه شعبي يقدر يكون مقلق يقدر يكون منارفي على بلاده على وطنه وفريقه يحب دايما يكون الفوق هذا نورمال يقدر يتكلم في السوشيال ميديا لكن لا يمكن صحفي لقراحية توقع ومع ذلك يتعن في مدرب وطني لجبل كاسفريقيا الحمد لله فرحنا ويطعم فيه شي ينتقد فيه يطعم في شخصه هذا لما كنت حب نقول اليوم استقالة جمال بالماضي كانت مرتقبة منذ أشهر قليلة وحتى لو راح الكارت فينال الكارت فينال بالماضي كان يستقل وكان يزير يبو سيوى لكي يستقل جمال بالماضي أعطى الجزائر عندما نحب أو نكره أعطى كاسفريقيا أعطى كل شي كاسفريقيا كما يقول يتضروفي كما هو الدام في مال دروامير أوندريني روموند اسم عالم الجزائر كان يغفر 35 مباراة دون فوز إيطاليا تسنى وتعز تخاف تفوتها لأن هذه الحساب أعطى كل شي أعطى ما قدر ونهزم ونهزم خلاص روح هذه كاسفريقيا لا يمكن أن يزيد معه الفريق لا يمكن أن يزيد معه الفريق أعطى كل شي يجلب لهم لاعبين ونشيد لهم خارط الطريق لما يستقل المدرب إن شاء الله يكون مدرب عالمي على حساب قيمة الجزائر يقاهم عبداء يقعدوا لهم اللعبين يقعدوا اللعبين اللي يجلبهم مؤخرة أتكلم على الصغار هذو شايبي بوعدناني أيدنوري هذو اللعبين عوار إن شاء الله يقعدوا في الفريق الوطني الجزائري لأنه هذو على حساب جمال بالماضي كاين عنده لعبين هو اللي يجلبهم وتعبو هو وكاين الرجال ما نقول لوشغير هو هو الكاين الرجال في سطف تكنيك في الإهداء حدي بلاك لعاون ويجلبوا لعبين إن شاء الله يقعدوا معنا هذا اللعبين ويعطونا كما يعطوا لعبين قداما لكبروليا مرحين يستقلوا مرحين يخرجوا من الفريق الوطني مثل سليمانيا روكبر محرز ماندي 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 تكلم مع الصحفيين في المنطقة المختلطة هذه اللعبين ميكست تكلم عجبني تكلم قالوا لهم اسكو راح تعتزل دوليا قالوا ماندي قالوا ماندي ما نقول لكم ذوكا لأن راني آشو اسم راني سخون خلي من بعد ندخل الجزائع وريح ونشرب كسم بارد وشم راح من بعد نتكلم مثل ما قال جمال بالماضي عجبني في الندوة الصحفية لكن الصحفي ما عجبني هذا السؤال ما يطرح لتم عند كوتيفور خلي جمال بالماضي حتى هو جاوبك وخلي قال لك خليني ندخل لبلادي باش نعرف وش ندير و لأن رسميا جمال بالماضي سيعقد ندوة صحفية الأخيرة وأكيد الصحفيين الجزائريين اللي كانوا معاه اللي كانوا ضده رح يتلقى بهم وعلى بالي رح يمد معطيات ورح يتكلم كلام قوي وقوي جدا جمال بالماضي بلك اللي جامي سمعناه والجامي كانت تكلم في الندوات الصحفية اليوم جمال بالماضي على بالي بالي بالندوة الصحفية اللي رح تكون فيها كما يقول لك ما نقول مشادات الكلامية لا ستكون فيها أخبار لما الشعب الجزائري لا يوجد على باله بها رح يلقيها ويروح هذه هي نعاود نقول لكم واذا قال سعيد في اللايك خوضنا الكرام سعيد في اللايك قال بالماضي يخبر وليد صادي بقراره بالمغادرة عند عودته لفندق المنتخب في بواكي وزيل قال بالماضي يريد عقد ندوة صحفية عند عودة المنتخب للجزائر للحديث عن عدة أمور وتأكيد الاستقالة هذه ثاني واجتماع مرتقب بين رئيس الفافو بالماضي لترسيم دهابع نقول جامل بالماضي أنا جامل نكر الخير وكيطح واحد جامل لحنا عدنا للمتلك الفريسي يكترون مواس نحنا هذيك جامل نديروها نقول شكرا جامل بالماضي على كل ما أديته مع الفريق الوطني الجزائري لأنك بكل بساطة لا ننساش 2019 والفرحة التي كانت عندما جاءتوا بالكار ونشوف فيكم لا ننساهاش الناس كلها فرحانة الناس كلها لديه هم لديه لديه فلوس لديه لديه مشاكل لديه كلهم خرجوا عجائز لجاندرالي صغار كبار كنا فرحنا هديك تحتسب لك ولللاعبين والناس اللي كانت ضيرا بك على كل حال مش منساوهمش والشعب الجزائلي اللي دي بلاسة معاكم المؤثر وإحنا يا تاني اللي كنا شوفوا فيكم ونعيطوا وإحنا تحتسب علينا أنا أقول لك شكرا لك على كل ما أديته للفريق الوطني ومنطحش عليك وما أشلطح على أي مدرب ومليح أي مدرب يأتي للفريق الوطني نوقف معاه إلى أبعد حد إلى أبعد حد لأنه بكل بساطة تحت الرأي الجزائرية هذا كوالصح أنا أقول لكم شكرا لكم هذا وش كان عندنا اليوم في جوى قدنا ليلة سعيدة ما تقلقوا بزاف قاعدنا مقلقين نتقلقوا هذا وطننا بلادنا لكي بديدنا تتقلق لكن عندنا حدود لازم ندبى صيوهاش لأنه تقلق بزاف والله ما رأى ومليح خلي روحك تريد تبرد ومبعض تكلم ومد رايك ومد تعليقك ومد كل شي شكرا لكم تحية الجزائر ثم تحية الجزائر ثم تحية الجزائر والقادم وأفضل إن شاء الله سلام